الحلول هي السمة الرئيسية لليوم اليوم هي تجميع لمجهودات ونشاطات واجتماعات وجلسات للوصول لأهداف وحلول يتم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع ماذا استفادت الدول النامية؟ ماذا استفادت الدول بشكل عام من هذه الاتفاقات أو بشكل عام من هذه الجلسات؟ هل سيتم الوصول لتطبيقات فعلية وآليات للوصول لحلول على أرض الواقع؟ نعنى الآن ضيفنا تشيف فورشين تورمبيرا وهو رئيس البرلمان الأفريقي السيد تشيف فورشين شكراً لو دك معنا على قناة الأولى أشكرك جزيلاً إذن نحن نتحدث عن الموضوع الأساسي وهو التنفيذ هل تعتقد أن أي قرارات سوف يتم اتخاذها أو التي تم اتخاذها عبر الأيام الماضية سوف يتم تفعيلها وهل تتأثر على الدول الأفريقية؟ شكراً جزيلاً نحن برلمان أموم أفريقيا نعبر عن أفريقيا جميعها خمسة خمسين دولة أفريقية والمجتمع المدني ونحن متشائمين جداً فيما تعلق بقضية التنفيذ ولكن أولاً أود أن أشكر مصر كدولة وكحكومة لقد قمتم بأفضل تجهيزات للكوب فيما يتعلق بالبناء التحتية والتجهيزات والإعدادات ولكن المفاوضات لم تتحرك بما يتمشى مع توقعاتنا هذا هو كوب التنفيذ لذا كنا نود أن نتحرك ونمضي قدماً لما فعلته الدول المتقدمة فيما تعلق به التزاماتها وفي تلبية حاجات أفريقيا في الظروف الخاصة التي تمر بها وأن نتأكد من أن الأمور الخاصة بالتخفيف والتكيف والدعم الذي يجب أن يقدم للدول النامية قد تم حل هذه القضايا نريد أن يكون هناك قوة دافعة وأن يكون هناك منصة تضمن أن يكون هناك دفعاً للموضي قدماً في هذه المجالات قد يكون هناك كوب 27، كوب 28، كوب 29 أو كوب 100 ولا يكون هناك نتائج نود أن نضمن أن تكون هناك نتائج يجب أن يكون هناك التزامات ويجب أن يكون هناك عمل يرتبط بالتغرض المناخي ولكن كيف تكون هذه الأفعال البرلمانية كيف يتم ترجمتها إلى الدفع وإكبر الأطراف الأخرى على تنفيذ التزاماتها وتعهدتها شكراً جزيلاً ما نريده أن يكون هناك ترتيبات هيكلية نحن كنا نعمل منذ ثلاثة أشهر ومع كل البرلمانيين الذين كنا نتناقش معهم نجد أن شعوبنا قد تموت إذا لم يكن هناك تصرف وإذا لم يكن هناك فعل لذا جئنا إلى كوب 27 وهو كوب التنفيذ لماذا لم يحدث التنفيذ من المفترض أن يكون هذا هو كوب التنفيذ لماذا لم يحدث التنفيذ وبالتالي نحن جئنا بقضايانا الأساسية حول لماذا وسوف نلتقي مرة أخرى في مايو لنقول نحن نريده أن نعرف في مايو سوف نقول كيف يجب أن يتم تصميم خارطة طريق لكوب 28 يجب أن نزل إلى كوب 28 ونحن مجهزين بلماذا وكيف وما يجب أن يتم فعله ولكن نحن كنا نتحدث عن العديد من مؤتمرات الكوب في باريس وغلاسكو والآن في مصر في شرم الشيخ ما الذي يقوم به البرلمان الإفريقي وكيف يمكن أن تؤثرون وما الذي يمكن أن تمنحونه لهذا الكوب من خطط أو نظريات هل لديكم أي خطة تتعالق بالتكيف أو أو التنفيذ نعم هذا هو الكوب الجديد لعام آآ الفين آآ تمانية وعشرين نحن نقول أنه حانت اللحظة لكي ندفع الحكومات الأمر ليس متعلق بافريقيا فقط أتحدث عن أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة نحتاج أن تكون هناك قوة واحدة نحتاج أن ندفع الحكومات نحتاج أن نؤكد على الجهود لقد حان الوقت لفعل شيء الوقت ليس وقت المفاوضات سوف يكون هناك توجه آخر والبرلمانات أعتقد والبرلمان الأفريقية هو صوت الشعوب الأفريقية إذا ما تحدثتم بإسم الشعوب ما الذي ستقولنه لصانع السياسات البرلمانات كما تعلم يكون لديها رؤية تكون لديهم رؤية بعيدة المدى هم يعلمون ما داخل الدول وهم يعلمون الالتزامات الموجودة في الكوب وهم يسألون هل يمكن تفيد هذه التعودات إذن قد يقول البرلمانيون لقد قمتم ببعض الوعود والتعودات في الكوب ولم يتموا تنفيذها وقد يقولون هذا لكل الدول التي لم تنفذ عهودها ولا عهودها هناك ميزانيات يجب أن يتم تخصيصها هذا فيما تعالى بالحكومات يعني إذا ما تحدثنا عن الشعوب ما الذي يقوله الشعوب في شوارع أفريقيا وما الذي يحتاجونه من صانع القرارات إذا ما كنا سنتحدث بإسمهم الشعوب يقولون نحن نموت الموقف يسوق وهناك من يشعرون بأثر التغير المناخي وفي كل المجتمعات تحتاج أن تمشي مئات الكيلومترات لكي تحصل على المياه الشرب نظيفة الزراعة تأثرت بسبب الجفاف هناك الكثيرين يقولون لا تجد مياه هناك تأثيرات فادحة للتغير المناخي كلنا نشعر بها ومن يجلسون في المكاتب لا يشعرون بالأمر بشكل كامل لم يشعروا بالمعاناة بعد ولكن الأمر سيؤثر تأثيرا كبيرا على الشعوب الجميع قد يقول يجب أن يكون هناك فعلا نحن كبرلمانيين نقول أن هذه المعاناة يجب أن تتوقف وتتوقف الآن وبالطبع يجب توحيد الشعوب هذا هو الشيء الأساسي نعم نحن نوحد كل الشعوب لكي نتأكدوا أننا نقوم بعمل قوة دافعة ولكي نضمن أن حتى من لم يلتزمون بتعهداتهم يجب أن يكونوا فاعلين شكرا جزيلا السيد تشيف فورشن على هذه المقابلة وشكرا لهودك معنا على القناة الأولى شكرا جزيلا شكرا لمصر له دور كبير في التعامل مع الدول الإفريقية بشكل عام ولكن جزء من الاتحاد الإفريقي هو البرلمان الإفريقي البرلمان الإفريقي أصبح له دور خاص ودور هام في كاب 27 وهو يشعر الآن بأن له تأثير بشكل فعلي لأنه هو الصوت الرئيسي للناس والشارع الإفريقي بشكل عام هنا من كاب 27